السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة متبخدارين نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير انتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سنحضر معكم كيك يومي بكريمة جيدة اقتصادية سهلة في التحضير مكوينة جيدة بسيطة غير بجوجة البيضات واهم حاجة انها بحجم عائلي نتمنى فعلا انكم تجربوها حيث تستحق الجريبة لا تنسوش تشتركوا في القناة ايضا لا تنسوش تدعموني باللايكات بقوا معايا تشوفوا الفيديو تالاخير باشوفوا المقادر وطريقة تحضير وفرجة ممتعة فعلى بركة الله سنحتاج بالنسبة المكونات عندي جوج البيضات كاس ديال الحليب كاس الزيت كاس السكرسانيدة جوج اكياس ديال خميرة الحلويات ما يعديل 16 جرام كيس ديال سكر فانيلا معلقة كبيرة دل كاكاو المور معلقة صغيرة دل الخل و جوج ديال كيسان ديال الطعين هنا يا غادي نخدم لكم انا فقط بالخلات اليدوي كيما عودتكم عفوا ممكن انا كوم تستعملوا الخلات الكهربائي او لكاس الخلات الاختيار كيب قليلكم هنا يا درجوش ديال البيضات بحاجة متوسط و من الافضل انا كوم البيض تكون اخر شي بها قبل من التلاجة غادي نزيد معلقة ديال الخل كاس ديال سكر سانيدة و دائما العبار بكأشي المغربي او لكأس العنباء و قياس دياله 160 ميليليليتر غادي نزيد سكر فانيلا ممكن انا كوم تعودوها بالفانيلا السائلة و غادي نخلطهم مزيان سيرجع لي خاليط متجانس غادي نزيد كاس ديال الحليب كاس ديال الزيز دائما اي حاجة نشفة كنغربلوها بش ما كيكونوش عندنا تكتولات في الخاليط غادي نزيد معلقة كبيرة مملوقة جيدا ديال كاكاو المور او اللاجوج معلقة يكونو مع مرينش و الكاكاوك يبقى على حسب اللون اللي بغتي و انتم تحصلوا عليه في الكيكا واش بغتي و لوني يكون مفتوح او مغلوق او اللا مغلوق هنه غادي نزيد الكاس الليول ديال الطحين غادي نخلط مزيان و الكاس الثاني كنزيدوه شوية بشوية بشوية بشكة كتتحكمو في الكتفاء ديال الخاليط غادي نزيد جوج اكياس ديال الخاميرات الحلويات ما يعدل 16 القرام او ما يعدل جوج معلقة صغارين هنه يا بديس كنزيد الكاس الثاني شوية بشوية مع التحريك المستمر الكيكا مخصاش جي قصحة و في نسلوقت مخصاش جي خفيفة بحل ما كنحاول انني نخلطها مزيان بالخلط الياداويت تكي تشكلو فيها فقاعات ديش كنتأكد ان الكيكا غادي جيني اسفنجية من الداخل هنه يا القاوم ديال الكيك يكون على هاد الشكل هادا جبتموه لدهنتو بالزبدة و رشيتو بالضقيق و غادي نكبثي الخالط ديال كيكا دائما الخالط ديال كيكا فاش نجيو نكبوه كان هزوي دينا بشكل هوا كيدخلنا في الخالط و كجينا طالعة و هشيشة غادي ندخلو الفران اللي اسفق اللي بستخنتو على درجة حرارة 180 كنشعل عليها فقط من التحت و كنخليها كاتطيب على خاطرها و هنه يا ايام بعد ما طابس كيما كتلاحظو كيفاش كتتنسفخ و تبارك الله ما شاء الله كيفاش كتطلع غادي نخليها تبرد تماما قاعد ندوزو باش نحضرو الكريمة هنه يا بالنسبة للكريمة غادي نحتاج نصطرو ديال الحليب مايو عديل 500 ميليليتر غادي نزيد معاها اربعا ديال المعلق ديال السكر سانيدا و السكر كيبقى على حسب الضوء ديالكم وش بغتيو الكريمة جيكم حلوة او لا لا غادي نزيد جوج معا لقا كبارين ديال كاكاو المر إلا درتيو الكاكاو الحلو في الكريمة فنقصوه من السكر غادي نزيد جوج معا لقا ديال النشاء او لديال مايزينه غادي نخلطه مزيان غادي نخلطه مزيان ترجع لي خاليط متجنس هنه يا غادي نرد الكريمة فوق النار هادئة مع التحريك المستمر ما توقفوش نهائيا من التحريك باش ما تلسخلكمش في القاعة ديال الكاثرونة هي فوق البطاء وانتم ما كتحركو وايضا على نار تكون مهيلة بشكل كريمة تعقدلكم وما تكتلش بالنسبة للكريمة غادي نزيد معاها تبع القا ديال الزبدة وهنا يا فاش كطب لي الكريمة وكتعقد لي على هاد شكل هادا غادي نزيد معاها عشرة ديال القطاع ديال الشكلات كنحرك مزيان فادلاتناء ما تحتاجوش انا كم تردوها فوق البطاء فقط كتحركو مزيان وكيدوب خصوصا ان دب الحرارة فضغيا غادي يدوبلكم الشكلات هنا يا غادي نزيد معا القا ديال الزبدة كيما كتلاحظو كيفاش الكريمة كتجي عقدة وفي نفس الوقت كتجي كتلمع بحل القلاساج ديال الشكلات انتو مايلا بغتيو الكريمة جيكم عقدة على هكا فاعني مايزينا فوق عيوا جوج ديال المعالق ديرو ثلاثة ديال المعالق انا هنا يا الكريمة بغيت اجي نفوس الكيكا جي معلقة و جي خفيفة ما جيش قصحة هنا يا جبت الكيكا وما تحتاجوش الكيكا انكم تسقيوها حيس كجي خفيفة قسمتها على جوج رديت لها الايطار وغادي نخوي الكريمة على هاتي الشكل هادا كيما كتلاحظو الكريمة ما كتكونش قاصحة كتر من القياس بالنسبة للكيكا باش تقطع لكم بكل سهولة وما اضع لكم الشكل ديال خصص برد تماما وفي نفس الوقت دوزوا عليها فاش برد مزيان دوزوا عليها سكين من الجنب ودروها كدوزوا عليها الخيط من الوسط باش تقطع لكم بكل سهولة هنا يا بعد ما خويت الكريمة كاملة كيما كتلاحظو في الكسرونا ما كتلصقش نهائيا اهم حاجة انكم تحركوها مزيان غادي نجيب النسف الاخر ديال الكيكا وغادي نغطي به الكريمة غادي نديرها في تلاجة على الاقل المدة ديال الساعة على الاقل باش هكا الكريمة تشد لكم راسا مزيان وايضا الكيكا تبرد لكم مزيان هنا يا مبعد مرور ديال الساعة منص خليتها في تلاجة غادي ندوز باش نحضر السلسة الشكلات بالنسبة للسلسة الشكلات غادي نحتاج نصف كس كارساني دا نصف كس ديال كاكاو نصف كس ديال حليب و نصف كس ديال سيت ايضا ممكن انكم تعودوها بضانيت ديال الشكلات او لا ممكن انكم تخليوها ها كاك او لا تدهنوها بشكلات يعني كاك دوبو شكلات ودهنوها الاختيار كيب خليلكم انا كتعجبني هاد السلسة ديال الشكلات خصوصا انا ما كنديروش نهائيا في هاد الشكلات و في نفس الوقت كتجينا عقدة و كتجي بنينا بالنسبة ل هاد الكيميه هادي اللي درس فصوبات لي الكيكا و شاطلي النص دياله خليتو في تلاجة ما تخليوهش كتر من الاسبوع ممكن انا كوم تستعملوه في اي كيك غادي نخلطوه مزيان و غادي نطحنوه مزيان وهنايا غادي نحيد المول الايطار ديال المول غادي نجيب داك الكريما كيما كتلاحظو كيفاش كتب اللي و غادي ندهن بها جنب ديال الكيك غادي نجيب شوية ديال الكوكاو مهرمش او لكوكاو كونكاسي و غادي ندوزو من الجنب ممكن انا كوم تديرو الفيوتين او اللوز مهرمش او ايضا ممكن انا كوم تستعملوه غير الشعريه ديال الشوكولات هنه غادي نجيب شوية ديال القلاساج او لشوية ديال ذاك الكريمات الشوكولات غادي نزيد نخويها من الواجهة في الوجه ديال الكيكا يلا بغيتي بجيكم هات السلسة هادي قصحة كتر فاكترو الكاكاو وقللو السوائل يعني كترو السكار والكاكاو وقللو من الحليب والزيت يلا بغيتي بجيكم عقدة بزاف هنه يد زين دائما كيبقى اختياري على حسب الرغبة ديالكم هنه يفضل المرحلة هادي ما غاديش نحتاج انني نخلي الكيكا تزيد تبرد حيث اصلا السلسة ديال الشوكولات كتكون باردة هنه غادي نجيب شوية ديال الشعريه ديال الشوكولات وغادي نوضعها فوق الوجه ديال الكيكاو هنه غادي نجيب واحد اللوزات غادي نديرون هاكا فخط لدزين في الوسط هنه غادي نقطع لكم باشوفو الشكل دياله كيف هجاء من الداخل سراحة جا الشكل دياله جيد دراقي وفي نفس الوقت جا تمعل الكامل داخل بالشوكولات الكريمة جا تبنينا انتمنى انكم تجربوها وتنال اعجاب ديالكم حيث فعلا كتستحق تجريبة ما تنسوش تشاركو في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات ايضا ما تنسوش تدعموني باللايكات ديالكم خليسكم على خير والى وصفة اخرى ان شاء الله